اشتركوا في القناة احمد صويلح قمة الجولة العاشرة من المحترف بين الفريقين العريقين الملودية والشباب الاكيد بانها ستكون في المستوى كما جرت عليه العادة منذ سنوات فالمتعة والفرجة وحب الانتصار توابل طالما كانت حاضرة في جل المواجهات اذا سألت اي مناصر للملودية سيجيبك حتما بان الفوز سيكون من نصيب ابناء بابلواد وهو لسان حال اللاعبين الذين يتواجدون في فرمة عالية خاصة بعد العودة بالغانيمة كاملة من ملعب الرائد زكري المجدوب اثر الانتصار الثمين على ملودية البيض ما جعل الفريق يعود الى الريادة من جديد منصفة مع الاتحاد الطاقم الفني بقيادة المدرب امير بومال استبشر خيرا بجاهزية كامل التعداد الا انه سيفتقد لاعبه الافواري محمد زقرانا الذي ترسم غيابه عن الداربي بداعي العقوبة المسلطة عليه وهو ما يشكل ضربة موجعة للفريق بالنظر الى وزن اللاعب ومكانته طرف المواجهة الثاني شباب الوزداد وبعد تحقيقه لفوزه الاول في بطولة هذا الموسم امام ترج مستغانم لا يريد العودة الى النقطة الصفر ويبحث عن الخروج سريعا من دوامة النتائج السلبية التي لازمته في الجولات الثماني السابقة والانطلاقة الحقيقية لاشبال المدرب عبدالقادر عمراني يتمنىها البلوزداديون امام ملودية الجزائر من اجل تنظيم البيت واعادة الاوراق المباثرة الى درجها وبالعودة الى بعض الارقام الاخيرة للدرب بين الملودية والشباب نجد بان الفريقين تعادل خلال المباريات الثماني الاخيرة اربع منها انتهت على وقع النتيجة البيضاء فكيف سيكون عليه الحال هذه المرة المباراة تلعب اليوم بداية من الساعة الثامنة تتابعونها مباشرة على القناة السادسة الشبابية بتعليق عبدالعزيز بن سالم لاكثر معطيات يلتحق بنا مباشرة من منعاب الخامس جبليا طرق بفليح طرق مساء الخير هل وضعتنا في صورة الاجواء السايدة هناك قبل انطلاق الدربي اهلا بك زميلة سويلة معوش اذا ان الاجواء هنا توحي بمباراة كبيرة والامان كلها كما قال احمد سويلة في التقرير لا يريدون ان تنتهي هذه المباراة سواء لا بالتعادل السلبي ولا الايجابي يريدون اهداف كثيرة ويريدون لاهد الفريقين ان يفوز هذه هي اطمع جماهير كلا الفريقين جماهير الملودية الحاضرة اليوم بقوة في ملعب خمسة جبليا امتلأت كل المدرجات المخصصة لجماهير ملودية الجزائر فاكثر من 20 الف مناصر لملودية الجزائر حضروا وتواجدوا في هذه الاثنى باماكينهم لمسندة رفقاء اندي دولور صاحب الهدف الاخير في الجولة الماضية في المباراة التي عاد فيها ملودية الجزائر بالفوز امام ملودية البيض ونفس الشيء لشباب الوزداد الذي كسر عقدة تعادلات وتمكن من تحقيق اول انتصار له لما واجه ترجي مستغانم يريد انطلاقة حقيقية واستثمار المبارتين المتأخلتين ولملاء اللحق بركب الاصحابي الصدارة بما انه يحتل المركز الخامس عشر بسبع نقاط فقط فيما ملودية الجزائر لا تريد التفريط في الصدارة وتريد البقاء على مقربة او على الاقل ان تحقق لملاء الصدارة وحيدة بما انها تتقسمها مع اتحاد الجزائر بستة عشر نقطة هذه الاجواء هنا كلها توحي بمباراة كبيرة بما اننا في صهرة بما ان الجو ايضا يجعل اللاعبين يقدمون اداء في المستوى كما شاهدنا لعب ملودية الجزائر دخلوا قبل لحظات استكشاف ارضية الميدان نفس الشيء كان قبل لحظات ايضا بالنسبة للاعبي شباب الوزداد اذا ننتظر صهرة كوروية افتتاحية للجولة العاشرة في المستوى ترفع نوعا ما دائما كما شاهدناها منذ بداية الموسم مستوى بطولة هذا الموسم الكورو نعم طريق مباراة تعد بالكثير بين فريقين عارقين والاكيد ان الفرجة ستكون مضمونة هناك بالمدرجات شكرا لك على كل ما تفضلت به كنت معنا مباشرة من ملعب الخامس جوليا مباراة اخرى يكون فيها غدا ان اتحاد الجزائر الذي لم ينهزم الى حد الان في مهمة صعبة بقسنطينة عندما يواجه النادي الرياضي المحلي يقول بيلال بناري قمة الجولة يحتضنها ملعب الشهيد حملاوي بين النادي الرياضي القسنطيني صاحب الصف الثالث في الترتيب العام بخمس عشرة نقطة هو الضيف في اتحاد الجزائر المتصدر بست عشرة نقطة نقطة وحيدة تفصل الفريقين ابناء سرط الذين تكبدوا مرارة الهزيمة في الجولة الماضية في اخر دقائق المباراة يعولون على استعادة التوازن ومن ثم استعادة الصدر المدرب خير الدين مضوي يملك الحلول هذه المرة بعودة العناصر الغائبة في الجولة الماضية وفي مقدمتها الماسترو ابراهيم ديب الذي عاد الى اجواء التدريبات التي جارت بمعنويات عالية والكل على قدم وساق من اجل الاطاحة بالمتصدر اتحاد الجزائر هذا الاخير ليس بالسهل المنال وإلا كيف كان منتصدرا ويريد مواصلة سلسلة النتائج الايجابية ومواصلة الصدارة وهو المنتش باخر فوز امام شبيبة الصورة المدير والفنية التونسي نبي المعلول يدرك حجم المسئولية الملقاة عليه وعلى اشباله لذلك يحاول توظيف التوليفة اللازمة من اجل الاطاحة بفريق مدعوم بالالاف من انصاره قمة والنادي الرياضي القسنطيني اتحاد الجزائر قمة تقليدية نقاطها غالية بالنسبة للضيوف للحفاظ على الصدارة وبالنسبة لاصحاب الارض من اجل قفز اليها وكذلك ضرب عصفرين بحجر واحد لان الفائز بالنقاط سيدخل غمار دور مجموعات كاس الكاف بمعنويات عالية لاسبوع المقبل فيما يلن نتابع وإياكم برنامج الجولة العاشرة من البطولة الوطنية المحتلفة في اخبار الاندية المحلية التحق المدرب التونسي مراد العقبي بالعارضة الفنية لفريق شبيبة السورة الموجود من دون مدرب رئيسي منذ بداية الموسم ظاهرة اقالة واستقالة المدربين وان تراجعت مقارنة بالمواسم السابقة الا ان اسبابها وسياقاتها لا تزال قائمة ليبقى المدير الفني بين مطرقة الادارة وسندان المناصرين علي جعفر من منطق الكرة ان يرتبط بقاء المدرب او رحيله بالنتائج المحققة ايجابا وسلبا بعد فترة محددة ومن عرف البطولة الجزائرية ان يغادر بعض المدربين بعد جولة او جولتين وحتى قبل البداية لاسباب قد لا ترتبط بالضرورة بنتائج المستطيل الاخضر وحتى وان كان نسق الاقالات والاستقالات هذا الموسم اقل مقارنة بسابقية الا ان الاسباب وسياقات ما تزال قائمة الجولة التاسعة من مخلفاتها مغادرة المدرب مونير زغدود العارضة الفنية لاتحاد بسكرة بعد غياب الفوز في الجولات الاربع السابقة رغم البداية الموفقة المدافع الدولي السابق رفع رقم المدربين المغادرين لاندياتهم الى ثمانية منذ بداية الموسم قبله باقل من اسبوع التحق لطف عمروش بالعارضة الفنية لمرودية البيض في مكان سلفه فؤاد بعلي الذي استقال بسبب تراجع النتائج في ظل وضعية معقدة يعيشها فرسان الهضاب ماليا واداريا وبخسارة خامسة في الموسم غادر شريف حجار ترجي مستغانم نحو اتحاد خنشلا الذي انهى العلاقة مع مدربه السابق التونس حتم الميساوي وقاد الفريق لفوزه الثاني داخل ميدانه وخلفا لحجار عدس لمن رحوا الى اجواء البطولة المحلية من بوابة ترجي مستغانم حاملا معه رصيدا احترافيا محترما بالقرة الصمراء الجهاز الفني لنادي شباب الوزداد تغير في المواسم الخمسة الماضية رغم الالقاب لكنه عاد هذا الموسم ليخضع الى منطق النتائج الانية وضغط المحيط وعاد عبدالقادر عمراني الى بيت الشباب خلفا للفرنسي كورنتين ميرتانز بعد الجولة الرابعة ليقوده الى الفوز الاول هذا الموسم مدرب تونسي اخر دفعته النتائج الى مغادرة منصبه بسرعة ويتعلق الامر براضي الجعيدي الذي اكتفى بفوز وحيد مع اتليتيك بارادو تاركا مكانه لتزير بلال في الجولة الخامسة نادي مولودية وهران وبعد بدايته المتعثرة بقيادة يوسف بوزيدي فضل اسما اجنبيا باستقدام التقاني الفرنكومالي سيكو اريك شيل الذي حقق الوثبة البسيكولوجية واعاد بعض الاستقرار للفريق قبل الجميع وحتى قبل بداية البطولة رمى مدرب شبيبة الصورة شريف الوزاني المنشفة على خلفية الوضعية المالية والادارية رغم اشرافه على الانتدابات والتحذيرات الفريق ظل بلا مدرب الى غاية الجولة العاشرة بانضمام المدرب التونسي مراد العقبي بحثا عن تصحيح المسار ثمانية مدربين بين مقال ومستقيل تحت صيغة باتت تسمى انفصالا بالتراضي الاكيد ان القائمة ما تزال مفتوحة والسياقات تظل متراوحة بين ادارة ترى في المدرب الحلقة الاذعف وتقانيين يقبلون باول عرض يقدم لهم في سياق المنفصل انتهت المباراة الافتتاحية للجزائر من دورة اتحاد شمال افريقيا الفين وخمسة وعشرين لأقل من عشرين سنة المؤهلة لكأس افريقيا للأمم بين المنتخب الوطني ونظره المصري البلد المنظم بالتعادل الاجابي بهدف في كل شبكة وكان المنتخب المصري السباق لمجال التهديف عن طريق محمد سعلوك في الدقيقة السابعة والخمسين ليعدل احمد كوحلي الكفة للجزائر في الدقيقة السادسة والثمانين وبهذا يحتلوا او تحتلوا الجزائر الصف الرابع بنقطة واحدة مناصفة مع مصر وليه هايا دقلها كيراة كيراة إننا ب Prevention مباراة الحمد لله مباراة كانت طيبة دفاع بداني شفنا سيلولات على المباراة في الأول كانوا لعبنا على المرتدات وكانت عادنا فصة فرص محققة في الشوط الأول ما ستمرناش فيها في الشوط الثاني المنتخب المصري سجلنا هذا طلبنا من لعبين بهي قوى مركزين زادنا خلقنا فرص حقيقة المنتخب المصري جاتوا فرص يعني المضاعفة النتيجة قتل المباراة فيما نقول لا بنت أنا أبقى مركزين والحمد لله بالمجهودات اللي يزادوا عملوها في مباراة متأخرة عن الجولة التاسعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هوات مجموعة وسط شرق انتهت المواجهة التي جمعت جمعية الخروب باتحاد الحراش بهدف في كل شبكة الضيوف كانوا سبقين إلى مجال التهديف عن طريق أيمن لعور عن طريق ضربة جزاء وعدل الكفة لجمعية الخروب اللاعب جريوة بعيدا عن كرة القدم يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات في تربص مغلق بالعاصمة قبل دخول غمار البطولة الافريقية في الفترة الممتدة من السابع والعشرين نوفمبر إلى السابع ديسمبر بالكونغو الديمقراطية بمشاركة سبع وعشرين لاعبات تحت إشراف المدرب رياض المانا وتستهل الجزائر المنافسة بمعجهة منتخب الرأس الأخضر في افتتاح مباريات المجموعة الأولى يوم السابع والعشرين نوفمبر قبل أن تواجه تولياً المنتخب المصري يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته ومنتخب الكونغو يوم الثلاثين فيما تلاقي السينيغال يوم الفاتح ديسمبر وكينيا يوم الثالث ديسمبر شرع اليوم المنتخب الوطني لدراجة المضمار في تربوسن بمدينة عنابة يدوم إلى غاية الاثنين المقبل استعداداً للبطولة العربية المقررة من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين ديسمبر المقبل بالقاهرة المصرية تربوسن يعرف مشاركة سبعة عشر متسابقاً من بينهم أربع فتيات تحت إشراف الناخب الوطني عبد الباصط حناشية حركية رياضية تشهدها مدينة برج بوعريريج من خلال تسجيل العديد من الهياكل الرياضية من بينها المركب الرياضي عشرين أوت ومسابح عديدة في انتظار تجهيز القاعات المتعددة الرياضات وتسليمها لاستفادة رياضي أو لفائدة رياضي البرج يقول تفيق دربالة لم يتبقى إلا تجهيز هذه القاعة التي تتسع لثلاثة ألاف مقعد وبمواصفات حديثة شيدت بشكل هندسي يلائم معمار مدينة برج بوعريريج تسعة وتسعون بالمئة هي نسبة الإنجاز قاعة عصرية بمواصفات عالمية حبينا نخرج شيء من الجانب لدينا لها طابعة معماري خاص الأشغال في طول الإنهاء باقي فقط عملية تجهيز تكون في غوضون الأشهر المقبلة الأشغال الجارية على قدم وساق لأجل تسليمها في أقرب وقت ليستفيد منها رياضي والمنطقة ما راح يتأخر علينا حوالي يعني ممكن قبل النهاية السنة إن شاء الله راح يكون فيه عملية تجهيز كبرى وين راح تكون وفق المقاييس والمقاييس العالمية ليحتضان لاحقا منافسات دولية ومنافسات عالمية في مختلف الاختصاصات لسيما اختصاصات التي تتميز بها ولايتنا ككورت اليد كورت سلة وكورت طائرة القاعة هي من ضمن الأشياء التي تساعد الفريق خاصة أنه الفريق يعني بطل وحيز على يعني لقب البطولة والكاس راح تساعدوا يعني في تطوير مستواه راح تساعدوا في حماية اللاعبين خاصة يعني كل العالم يعني عنده قاعات يعني مثل قاعات فريق البرج نتمنى إن شاء الله نتمنى تكون يعني مفتوحة لكل الفرق في أقرب الآجال إن شاء الله وستفادوا منها وكل رياضية إن شاء الله مدينة برج بوري ريج استفادت من العديد من الهياكل الرياضية خاصة المركب الرياضي عشرين أوت الذي سيكون قطبا رياضيا بامتياز لدراسة لعادة تهيئة أو تهيئة أو الاعتبار لملعب عشرين أوت الحمد لله دراسة كتملت ننتظر يعني خلال السنة المقبلة أو ننتظر تسجيل عملية ورح تكون فيه أشغال كبرى من أجل تهيئة الملعب وإعطائه يعني كل المواصفات للاحتضان حتى يعني بطولات أو منافسات إفريقية وشق يعني معايير معتمدة كذلك هناك ملعب ملعب ألعب القوى ملعب ألعب القوى بومرقد هنا المتواجد بغامة بومرقد مدينة برج بوري ريج انتهت الدراسة من أجل إعادة الاعتبار والترميم ورح يكون فيه رح يكون يعني إن شاء الله في حال تسجيل عملية خلال السنة المقبلة عشرين بالإضافة إلى فضاء ترفيهي مسابح وملاعب جوارية ومركبات رياضية ترفيهية من شأنها أن تدفع بالحركة الرياضية إلى الأحسن بمدينة برج بوري ريج إلى التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم تعادل مثير انتهت على إثرهم واجهة المنتخبين البحريني والأسترالي بهدفين لمثلهما سوفيا المهني والتفاصيل منتخب البحرين يفوت فرصة ودعت ملاعب التنس أسطورة عاشقته الميادين وأحبته الجماهير رفاين نادال سيد الأرضيات الترابية وأيقونة كرة المذرب ها هو اليوم يطوي صفحة من صفحات المجد بقراره الاعتزال بعد رحلة استثنائية ملئة بين الانتصارات والألقاب وقف عند اللاعب مع وليد غريبية تغلبت علي كثيرا أكثر مما تمكنت من التغلب عليك تحديتني بطرق لم يستطع أحد غيرك أن يفعلها جعلتني أحب التنس أكثر وأستمتع أكثر باللعبة شكرا لك بهذه العبارات توجه ملك التنس المعتزل السويسري روجير فيديرر لمنافسه المباشر الأسطورة الإسبانية رفاين نادال عقب إعلان الأخير اعتزاله اللعبة وتعليق المذرب في الثامنة والثلاثين من العمر واضعا حدا لعشرين عاما من مسيرة أقل ما يقال عنها أنها خرافية عندما يتوجه لك منافسك المباشر بعبارات الشكر وعندما يختارك للعب إلى جانبه في مباراة اعتزاله فلا يمكن إلا أن تكون أسطورة جديرة بالإحترام نادال ملك الملاعب الترابية سجل اسمه بأحرف من ذهب كأحد أكبر اللاعبين في تاريخ التنس بحصده 92 لقبا 22 منها في بطولات الجراند سلام 14 لقبا فيرونغاروس وحدها كرقم خياسي لأكثر تتويجا في بطولة واحدة من البطولات الأربع الكبرى ضف إليها ذهبيتين أولمبيتين فردي وزوجي طيلة عقدين من الزمن حفر نادال شخصيته على أرض الملعب من عصبة رأسه إلى قوة ضرباته إلى حماسه الكبير صورة رسخها عن نفسه منذ مشاركته وفوزه بأول كأس ديفيس في الثامنة عشر من العمر ثم بطولة رونغاروس التي تووج بها يوم احتفاله بعيد ميلاده التاسع عشر من ملعب فيليب شارتي كانت البداية ومنه كانت النهاية بعد سبعة عشر عاما عندما رفع اللقب الرابع عشر له في البطولة والثاني والعشرين في الجراند سلام وما بين البداية والنهاية تاريخ حافل الماتادور يودع الملعب طاويا آخر صفحة من مشواره الغني بالذكريات والأمجاد مخلدا اسمه أسطورة حية في تاريخ التنس ختاما أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء وأن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزية الإسبانية بيب غورديولا قد وافق على الاستمرار على رأس العارضة الفنية للفريق السماوي لغاية شهر جوان 2026 بعدما كان من المفروض أن ينتهي في الفترة نفسها من السنة المقبلة وبهذا القرار يكون تقني الإسبانية قد أنهى الجدل المتواصل بشأن راحله صيف عام 2025 لما وافق على تجديد عقده لموسم واحد على أن يكون الإعلان عن التوقيع على العقد الجديد في الأيام المقبلة وكان غورديولا قد استلم مهمة تدريب مانشستر سيتي في صيف 2016 حيث قاد الفريق إلى تحقيق 18 بطولة رسمية من بينها 6 ألقاب في البريمالي وأول لقب للفريق في تاريخ النادي في منافسة رابطة أبطال أوروبا بهذا مشاهد الكرام سألوئيكم إلى ختم الموعد الرياضي شكرا على المتابعة السلام عليكم